هلأ أنا شخصياً يعني أنا بفضل رمز شو فساد لا الرئيس بر إشكالي كتير يعني حزب الله ما غطى حركة أمل بفساده هلأ غطى بمعنى ما غطى شي بمعنى بس أنه حزب الله كمان هذا نقاش داخلي مثل ما أنت عم تغطردي على الصراع الداخلي وتع تبري لأن حزب الله صار في صراع داخلي بينه وبين حركة أمل بلحظة ملحظة غطى الفساد تبع حركة أمل حزب الله أم لا غطى حزب الله هو عم بيقول أنا بواجهة كل الفساد وإذا في حدا عنده معنى طالع الساكت عن الحق بيقوله شيطان أخرس طالع ما غطى الفساد يعني هو فاسد لا هلأ كلها أضايا إشكالية بدأ كيادا نجاوب أجواب أي أو لا يعني أنا تأدير شبران باسيل قال حزب الله فاسد لأنه غطى الفساد فساد حركة أمل بهذا الموضوع كمان بفيش قواعد إذا بكتحكي من ناحية فقهية أو سياسية يسمونها قاعدة الأولويات إذا أنت فتت هلأ بصراع بين حركة أولى حزب الله صار فيه صراع طيب هلأ ما يفوت بصراع شو ما كانت الغاية سكت لأنه فيه ضرورة بالأخير لأنه إذا حكي بموضوعات معينة بموضوع الرئيس بري هل صحيح؟ المعلومات بتقول أنه أجبر على تعيين جلسة لانتخاب رئيس نتيجة تهديد أمريكي بفرض عقوباته عليه ورئيس بري قال أنا ما حدا بخوفتني بس أنا تأديري الأخير بس خوفوا بالأخير يعني الضغط الخارجي بيلعب دور يعني بالخيارات السياسية باللبنان يعني واضح أنه الزهاب لأنه والأمور صارت كمين ما بتتحمل كتير تأجيل خصوصا بعد ما توفقت موضوع العقوبات هو اللي دفعوا لتحديد جلسة؟ أنا ما عندي معلومات أنه هو قال أنه أنا ما حدا بخوفتني بس تأديري هيدا الموضوع بيأخذوا بعين الاعتبار يعني ما معقول يمضى على بدون ما يأخذوا بعين الاعتبار لأنه في ضغط خارجي كان لازم تسير جلسة لمجلس النواب خصوصا بعد ما تفهمت المعارضة على أحد المرشحين وصار لازم تسير جلسة وهذا اللي صار بعتقد الله بعدين رحنا على مرحلة جديدة بعتقد حزب الله ليش عم بعطل انتخاب رئيس للجمهورية بتمسك وبترشيح إسلامين فرنجية؟ لا الحزب الله منذ اللحظة الأولى أنا بدعم إسلامين فرنجية بس أنا جاهز للحوار مش متقبل بس أنا جاهز للحوار مش متقبل ولا مش متقبل لغيره لا ما بعتقد أنا يعني بعتقد حزب الله عنده وجهة نظره بس حزب الله جاهز للحوار وأنا تأديري إذا وصلت الأمور لدرجة أنه صعب يوصل إسلامين فرنجية لأسباب هداكم ما فيه مجال إلا تذهب إلى حوار وممكن البحث عن خيار آخر برأيك قائد الجيش هو المرشح الأوفر حسن؟ أحد أبرز المرشحين وأكتر شخص هل ترشيح أزعور هو للأتيام بقائد الجيش؟ هذه أحد احتمالات شبران باسيل عم بناور مش بأزعور أنا هيك تأديري أنا تأديري قبول بجهاد أزعور خصوصا من قبل قوى المعارضة لأنه من شان يصير عندهم مرشح لا يقدر يواجهه ترشيح إسلامين فرنجية وجهد أزعور صعب يجي بدون موافقة حركة أمل حزب الله والعاكس لماذا خرج جبران باسيل برأيك من عبائة حزب الله؟ يعني جبران باسيل عنده كتير أسباب بعتقد يعني أول شي جبران باسيل عم بيعمل إعادة ترتيب لوضعه مثل السياسة داخليا وخارجيا ويمكن وصل بالتفاهم من حزب الله إلى حائط مسدود أهلا بدي يبحث عن خيالات تانية ما بعرف إذا سيرجع يعمل كمان مراجعة لأنه الأمور مرتبطة بتطور الأوضاع بالبلد بالمرحل هل صحيح أنه أبلغ لواء إبراهيم بلقاءه وأنه وصل رسالة للحزب؟ لواء إبراهيم نفى طيار ما نفى؟ أي بس هو بالأخير كمان جبران باسيل هو عم بيعمل مناوراته السياسية بده يفتح باب في حال صار في عودة أو خيار تاني مش هل هيك بيحرص أنه يبعث رسائل لأنه أنا مش هارفة بس ما قوله يجع يفتح له الباب حزب الله من بعض اللي عمله؟ بالسياسة ما في شي مستبع